مربعينية الشتاء هي المربعينية المعروفة في مناطق سوريا وعموم بلاد الشام المربعينية جماعة هي الفترة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يوما ومن هنا سميت بهذا الاسم وتحديدا هي الفترة الممتدة من 28 كانون الأول إلى 31 كانون الثاني وتسمى في بعض المناطق الأربعينية تمتاذ هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعينية وخاصة الليل وتكثر الأمثال في المربعينية على ألسان العامة ومنها يا رب نجنا من نزلة المربعينية المربعينية يا بتربع يا بتقبع المربعينية يا شمس تحرق يا مطر تغرق المربعينية يا بتشرق يا بتغرق كانون كن ببيتك يا مجنون تأتي عقبل المربعينية ما يسمى السعودات حيث تتبع المربعينية مباشرة فترة تسمى السعودات المفرد منها سعد وتمتد لخمسين يوما تبدأ من بداية شهر شباط وهي مكونة من أربع تسعودات مدت كل واحد منها إثنى عشر يوما ونصف وهي كالتالي سعد الذابح أو الذبح وسمي بسعد الذابح كناية عن شدة البرد خلاله سعد بلع وسمي بسعد بلع لأن الأرض تبلع الماء خلاله أو لسهول تشرب الماء برد درودته تقل وتبدأ حرارته بالارتفاع سعد السعود وهذا يكون دخول هذه المرحلة بمثابة دخول فصل الربيع حيث أن الأوراق فيه تنضج وتتفتح الأزهار وإلى ما هنالك من علامات بزوغ الربيع سعد الخبايا تبدأ الحيوانات التي كانت تقضي فترة السبات الشتوي بالظهور مثل الأفاعي والعقارب والحشرات المختلفة وغيرها من الحيوانات كما تبدأ النباتات والأعشاب بالظهور لتعلن قدوم فصل الربيع أمثال شعبية عن السعودات سعد ذبح لا بابا أي بابها لا بابها انفتح ولا كلبها أي كلبها نبح سعد ذبح إن ذبح ذبح وإن ما ذبح ما ذبح سعد بلع طاب الماء وانزلع السماء بتشتي والأرض ماءها تنبلع إذا طلع سعد سعود لانت لجلود وذاب كل جمود واخضر كل عود وانتشر كل مرصود وكرها في الشمس القعود في سعد سعود يدب الماء في العود ويدفأ كل مبرود سعد سعود سلاخ لجلود أو يدفأ كل مبرود بسعد سعود بتدب الماء بالعود بسعد الخبايا بتتفتل الصبايا هل عندك إضافات أخرى عن هذه المعلومات شاركنا بها بالتعليقات تعليقات 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 تعليقات